السلام عليكم يا رب تكونوا بخير في فيديو جديد وحلقة جديدة من فيوز ستاة وعشرين والنهاردة معنا تحدي الهيرو الجديد. تحدي هي هيرو اختياري بخيارك بين لعبين من حدث هيرو كأس العالم او هيرو الفانتزي او هيرو التروفي طايتنا. ربنا يسطر لانه تحدي خذوقي جدا تحدي رخيص جدا. وده اللي يقلقك اكتر يعني. فنشوف حظنا هيكون عامل ايه? بس قبل ما نبدأ في الفيديو. ما تنساش الاشتراك وقرأتوا في الزرار الجرس. عشان ايه فيديو نزيله ويصل لك بالسمرار. ويلا بنا نجرب حظنا. طيب. التحدي يا جماعة طالب كالآتي تشكيلة ستة وتمانين تشكيلة اربعة وتمانين. تقريبا تشكيلة الاربعة وتمانين محتاجة اتنين لعبين خمسة وتمانين. فنعمل تشكيلة الستة وتمانين وربنا يسطر. ربنا يسطر. يا جماعة ده التحدي الاول طبعا حطين فيه لعبين كتير جدا. مفروض ان احنا بنحطهمش ولكن مش معنا اي ريت. ولكن سلم سلم. فرفا مش فارق لأي حاجة بقى خلاص. اه يعني التشكيلة اعتقد ان هي الزبطة حاليا. اه مفيش غير كم لعب لو جلنا منهم حد هيكون كويس. اه كم لعب دول اللي هم طريق اي نسخة دي. لوسيو اي نسخة دي. اه جنيولة. اه مين كمان? اه عبيدي بليه? الناس دي بس اللي لو جات هيكون حاجة حلوة. نفتح الباكة دي. على لو عسى جلنا حاجة نفطها في الزرق يا رب حد كويس. اسباني. دخية ماشي ماشي ماشي. ماشي مش كده. مش مش كده. يتباع غالبا. لا مش بيتباع. من اه باكة اللي هي اتنين لعبين واحد وتمانين. عسل جدا. انا عن نفسي راضي. راضي جدا والله. ازرق من حيث لاي ادهرين. ولا احتسب. فيبدأ التحدي التاني من تحدي يلهير. يا رب ان يستر بجد يا جماعة. انا عارف ان هو تحدي يخذوك جدا ولكن والله يعملوا عشان وعشان ان احنا نشوف يعني حاجة جديدة نحاول ان احنا نعملها كمغامرة يعني. اه اهم حاجة صاحبي قبل ما نفتح والاشتراك اهم حاجتين ما تنساهمش وبسم الله افتح على طول يا رب يا كريم. والله انا كنت عارف ان كده كده هيجي لي لعب خزوقي. كده كده ما فيش واحد منهم يلعب عندي فهناخد الريت. للأسف يعني. ولا واحد منهم يلعب عندي. وتحدي اصلا انا عارف من البداية ان هو المفروض ما يتعملش ومنصحش اي حدي فيكو ان هو ما يعمله. ولكن اللي هو مش فارق معاه. لا يعمله عادي فور فان ان هو تحدي رخيص ولكن اه خوزقه كتير يعني. طب يا جماعة اخر تحدي من تحدي في الاكاونت ده يا رب يا كريم لاعب الناس الحلوة دي. بناش الناس اللي مش لطيفة دي. فاخبط لايك. ما تنساش الاشتراك وتفعيل زرار الجرس. وبسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا كريم كرمنا. طب ليه ده مش جنيولا? ليه ده مش جنيولا? يعني. يعني انت جبتولي نسخة من ده هنا خلاص. يعني التاني بقى دوري انجليزي مش دوري فرنسي. لأسف هناخد بابن او بيبان ايا كان اسمه ايا كان اسم اهله ايه? وحاسبونا الله وانا اعمل وكيل. يعني ده لو كان جنيولا كان هتكون الوضع مختلف جدا يعني. طب يا جماعة وده اخر تحدي من تحدي في الاكاونت التالت. حتى الان خزقين? طب ليه اي 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 مش عايزين خزق ثالث يعني ليه. معلش. هل ده ممكن? هل ده ممكن يا اي 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 اي? فبسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا كريم. لايك اشتراها كل حركات دي كلها. بسم الله. يا رب يا كريم كرمنا. يا رب يا كريم كرمنا. يا رب. يا رب. يا رب. كلهم زفتاء. كلهم زفتاء كان معي اصلا ولا منافت حدي. ده ما يلعبش عندنا للأسف. مش محتاجين اصلا مدفعين. ده جلنا ياشين خلاص حتى لو كان حلو هو فاحنا معنا حارس اصلا اه لنهاية اللعبة تقريبا ياشين. اه ناخد ريت. ناخد ريت للأسف يا جماعة. مع ان الكارفاليو ممكن يكون كويس. لكن برضو رمناه في تحدي كان معنا غالبا رمناه في تحدي. سبب ان احنا اصلا مش محتاجين مدافعين معنا هنا في التشكيلة دي. طب يا جماعة وده اخر تحدي في الهيرو بيك الرابعة. وان شاء الله كده نتمنى حظ احسن من اللي فات لان الحظ كان زفت حتى الان يعني. فباسم الله الرحمن الرحيم نفتح ويا رب لاعب صرافي يدخل التشكيلة. هم حاجة اللايك والاشتراك وتفعيل زرار الجرس وكل الحاجات الحلوة دي. وبسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا كريم لاعب خرافي. وبسم الله فتحنا يا رب يا كريم. لو كان لو كان نسخة كان هيكون احسن. ولكن خاصة الاكاونت ده ما فوش ايه اللي بيه اصلا. فا اعتقد انه خرافي جدا. وكده كده احسن من الاتنين التانين يعني. ولكن مش لوزت. حتى الان دي الباكاية الوحيدة اللي تعتبر اه وين. لكن التلاتة اللي قبلها لوس جدا يعني. فالحمد لله على كل حال الكبتيفية خرافي وخرافي جدا. فانا اكتفي بالجزء ده من حالات النهاردة. وما تنساش يا صاحبي لو انت بساطر هنا او. ديس ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي حاليا. اشترك في القناة فعال زرار الجرس. وفصل لكل جديد. وما تنساش اللي لايك بتاعك. اشوفه شكرا على خير. سلام.